الحديث أكثر عن تداعيات حريق مرفأ بيروت داخلياً وخارجياً ينضم إلينا فرانكو عبدالقادر الناشط السياسي اللبناني عبر سكايب من الزيورخ في أسويسرا أهلاً ومرحباً بك أستاذ فرانكو أستاذ فرانكو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو قوتريش دعا إلى الإسرائي في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة إلى أي مدى أثر انفجار مرفأ بيروت على نظرة المجتمع الدولي للبنان برأيك لا شك أنه انفجار اسمح لي أحكي بالعامية لأن الفصحة شوي بعيدة لا شك أنه انفجار مرفأ بيروت العظيم اللي هو بعادي الغبعة كومبلي نووية لفت أنظار العالم إلى هذا الشعب اللبناني اليائس وخلى العالم كله يتجه أنظاره نحو لبنان والمجتمع الدولي أبدى تعاطف كبير مع الشعب اللبناني أكيد مع الشعب وليس مع السلطة الحاكمة وأصبح شيئاً فشيئاً يعرفون أن هذا الشعب يرزح تحت ظلم كبير تحت سلطة فاسدة يديرها عصابة ممولة من أرزاق الشعب يحميها سلاح حزب الله وبالتالي صار الدول الأجنبية والعربية مهتمة أن تساعدوا البنانيين ومن هنا نحن نرى أن المساعدات التي تأتي للبنان تتوزع للجمعيات أو تذهب للجيش لكي يقوم بصارفها ومساعدة الشعب اللبناني مباشرة عبر الجيش اللبناني أو عبر الجمعيات الخيرية وهذا يعني دليل أنه المجتمع الدولي ما بقي يوصق بهذه السلطة الحاكمة اللي هلأ جلسي على صدد الحكم في لبنان وعم تتحكم للأسف بكل الدولة اللبنانية عبر أجهزتها الأمنية وطبعاً عبر سلاح حزب الله طيب وزارة الخارجية الأمريكية في تعليقنا لها على التعطل مصطفى أدي في تشكيل حكومة الجديدة قالت أن أمريكا مستعدة لمساعدة لبنان عندما يلتزم السياسيون بالتغيير ما التغيير الذي تعنيه الولايات المتحدة حسب رأيكم؟ أكيد بما لا شك في أن أمريكا تعني التغيير هو تغيير النظام تغيير عفواً السلطة الحاكمة هلأ يعني تغيير سلطة حزب الله على الحكومة اللبنانية أمريكا من وراء هذا التصريح بتعني أنه ما بدا تشوف أي ممثل لحزب الله أو للحلفاء حزب الله بهذه الحكومة هذا هو التغيير اللي بيعني أمريكا لأنه واشنطن وضعت حزب الله على لائحة الإرهاب وهي عم تحس الدول الأخرى كمان أنه تحط كل الحزب بشقيه السياسة والعسكرة على لائحة الإرهاب يعني أمريكا أصدى أنه ما بدا أي حدا ممثل لهول الأحزاب الموجودة لأنه بالنهاية واشنطن أدركت مثل ما أدركت الدول العربية كمان أنه كل هيد الأحزاب الحاكمة في لبنان يعني ومهما اختلفت تصريحاتها أو خطاباتها أمام جمهورها إنما هي تدور في فلك حزب الله وبالتالي أمريكا بتعرف هالشيء ومن هون هي قالت أنه نحن بدنا نشوف تغيير تغيير أنه ما أحدا من حزب الله يشارك بأيد الحكومة القادمة ولا أيضا أحد من حلفاء حزب الله كمان طيب الحديث عن ميليشيا حزب الله يدفعنا إلى ما يثار من أنه اتفاقا بات واشيكا بين الاحتلال الصهيوني ولبنان بموافقة ضمنية من حزب الله بحسب دوائر مطلعة في تل أبيب لو صح الكلام عن تمرير حزب الله للاتفاق كيف تقرأ موقف الحزب ودوافعه؟ كلها يتنا بنعرف أنه من عام 2006 يعني لما صارت حرب بين إسرائيل وحزب الله ودمرت إسرائيل لبنان من وقتها حزب الله التزم بعدم إطلاق أي رصاصة أو قذيفة بسفن حتى على إسرائيل وهذا بدل أنه هناك في اتفاق فيما بينهما يعني غير معلن بين الجانب الإسرائيلي والجانب حزب الله أما إذا صار أي اتفاق بين إذا صار حزب الله راضي عن اتفاق بينه وبين إسرائيل أكيد هو ما هيعلن هالشيء أمام بيئته أكيد هو سيقول أنه أنا مخصني لحي يخلي الدولة النبنانية لتعمل اتفاق طبعا بموافقته من دون ما يعلن أنه هو موافق بالعكس هون كمان هو سيلعب كمان مثل عادته دور السائر على هذا الاتفاق من شان يظل هو حافظ وجهه أمام بيئته إنما حزب الله أنا شايف أنه هو بكل تأكيد سيتوجه لعقد اتفاق مع إسرائيل لأنه حزب الله ذاك الخناك عليه وهلا ما بقى فيه يعمل أي شيء يعني الدول العرائل الدول الدول الأجنبية عامل حصار مطبك على حزب الله من بعد ما شدوا الحصار على إيران وهكي بيعرف حزب الله لابد أنه يسير باتفاق سلام مع إسرائيل ولو هو عانده أمام على الملأ إنما أكيد ما بيصير شيء أي باللبنان ما بيتحرك حجر صغير باللبنان إلا بموافقة حزب الله وبالتالي إذا الدولة البنانية أعلنت عن اتفاق مع حزب الله أكيد بيكون حزب الله راضي عن عفوا إذا أعلنت عن اتفاق مع إسرائيل حزب الله أكيد رح يكون موافع لهذا الاتفاق في الداخل اللبناني يعني باتت الشعبية الحزب في أدنى مستوى لها إذا أي مدى ترى أن قوارب الموت التي باتت تشهدها بيروت بالأصل مدفوعة بالرغبة من الهروب من قبضة حزب الله يعني للأسف يعني راح شهداء دي كوارب الموت اللي عم تنطلق من ترابلوس وليس من بيروت يعني هذا هروب من الواقع الأليم اللي بتعيشه كل العائلات اللي أخار بيترابلوس ترابلوس للأسف أفكر مدينة على ساحل المتوسط ومن هون إحنا بنشوف أنه قوارب الموت عم تنطلق للأسف من ترابلوس أول شيء العالم يعني كفرت بهذه العيش اللي بيتحكم فيها كل يدي حزب الله العالم كمان عم تهرب من عدم العدالة ما فيه ما فيه قضاء عادل باللبنان فالعالم كمان عم تهرب من هذه الاشياء لأنه تصور إنه واحد حامل سكينة ممكن يقبضوا عليه إنما أي شخص ينتمي لحزب الله حامل سلاح بيعتبروا سلاح مكاومة وبالتالي ما فيه عدل بالقضاء ما فيه إنصاف بالقضاء باللبنان حزب الله هم سيطر على كل الدول اللبنانية وطبعا خصوم حلفاء لحزب الله بدأوا شيئا فشيئا بالابتعاد عنه لأنه بلشوا يخسروا من كواعدهم الشعبية وبالتالي حزب الله صار بموقف محرج هلأ موقف حرج واللبنانيين ما بقى فيهم يتحملوا لأنه كلما ضاق الخناق على حزب الله سيد فرانك في ظل هذا الكلام الذي تقوله إذن كيف سلم اللبنانيون أمرهم أو رقابهم بيد حزب الله إن كانت كل هذه الأمور هو التي يسيطر عليها وأوصل الأمور إلى ما وصلت إليه لبنان للأسف أنه منذ الاحتلال الإسرائيلي للبنان دخل حزب الله على اللبنانيين أنه هو مقاومة من بعد ما قاد على كل المقاومين من الأحزاب الأخرى والطيارات الأخرى فات على اللبنانيين بحجة أنه هو مقاومة وشوي شوي يعني استلم كل شي باللبنان عبر سيطرته طبعاً عبر السلاح تبعه هو مسيطر على الوضع لأنه اللبنانيين بالأول اعتبروا أنه مقاومة أما الآن من بعد ما يعني أنه بيّن كل شي على الأرض واتضح أنه لا حزب الله عم بيطالب بأنه يكون لبنان تابع للولي الفاقيه بإيران اللبنانيين اكتشفوا هذه الشغلة وهلأ صاروا بدون يتخلصوا منه وخاصة أخواننا المسيحيين يعني 80% من الأخوى المسيحيين اللبكين وحلفاء لحزب الله هلأ حسوا أن حزب الله لم يعد يعني لم يعد مثلما كانوا يعتقدون أنه هو بالفعل مقاومة للأسف وهلأ اتضح أنه ليس ما عنده أي مشروع سوى الذهاب بلبنان نحو نحو محور الولي الفاقيه بإيران أيضاً الأستاذ فرانكو عبدالقادر الناشط السياسي اللبناني كنت معنا عبر سكايب من زيورخ في سويسرا حياك الله وشكراً جزيلاً لك جزيلاً لك